استووا استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصينا له الدين ولو كره الكافرون وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان قضيت صلاة العشاء من هنا من بيت الله الحرام في مكة المكرمة ولازلنا وإياكم في هذا البث الحي والمباشر عبر شاشات قناة القرآن الكريم من تلفزيون المملكة العربية السعودية في هذه الليلة المباركة وفي هذه الليلة العظيمة من ليالي شهر رمضان المبارك في ليلة ليست ككل الليالي هذه الليالي العظيمة التي تعظم فيها الهبات وتتنزل فيها الرحمات من رب الأرض والسماوات ها هنا إخوة الإيمان المسلمون ينتظرون صلاة التراويح في أجواء إيمانية عظيمة في هذه الليلة التي تشهد ختم القرآن الكريم فالكل هنا اتجه إلى العبادة والتقرب إلى الله بالطاعات ليشكلوا هذه الصورة التي تعكس العبادة الكل هنا اتجه إلى الله عز وجل بطواف حول الكعبة المشرفة وسعي بين الصفا والمر وصلاة وخشور وتلاوة للقرآن الكريم وأصوات ترتفع إلى الله بالدعاء ما أرق القلوب المؤمنة حينما تقبل على الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي وقد اغتسلت قلوبهم بالصيام في النهار وتهيأت في القيام في القيام في الليل تركت كل ملذاتها لتقف بين يدي الله تبارك وتعالى في تذلل وخشور ففي رمضان يقبل المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها على القرآن الكريم ويتنافسون ويتنافسون على تلاوته فالقرآن شعار شهر رمضان والعلامة البارزة فيه وهو العمل العظيم الذي لا يكاد يخلو منه جدول أعمال أي مسلم في هذا الشهر الفضيل قال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فطله إنه غفور شكور عندما نسمع آيات الله تتلى فإنها تملأ القلوب الحكمة والسكينة والطمأنين وتزيد القلب ثباتاً على الحق سلقارئ القرآن عن نفحاته عن كنزه المخبوغ في صفحاته عما يزيل الدنب بعد تراكم جعل الفؤاد يموت من نفحاته من كان يتلوه يعيش بجنة مدهامة في الأرض من جناته أما الذي هجر الكتاب فإنه لحياته والله مثل مماته اقرأ لتروي الروح من آياته اقرأ لتأوي النفس في جناته ما خاب من كان الكتاب مثاله بحياته حركاته سكناته سيعيش في الدنيا حلاوة عيشها